وزارة التجارة تعول على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي للحصول على ثلاثة ملايين طن كخزين ستراتيجي لمادة الحنطة وتؤكد أن الأموال المخصصة للوزارة في مشروع القانون ستجعل من البلاد خارج خطورة الأزمة الاقتصادية خصص في قانون الأمن الغذائي أكثر من المليار دولار لثلاث ملايين طن لمخازن هذه الوزارة نتأمل بعد عيد الفطر المبارك أن يتم المصادق على هذا القانون بغيت أن نقوم بعمليات تعاقد سريعة لغرض إعداد خزين ستراتيجي يتناسب مع ظلوف المرحلة الغذائية الوزارة التجارة مستعدة لاستقبال ملايين الأطلان من الحبوب إلى توفرة الأموال حقيقة أكثر من ثلاثمائة ألف طن هي الكمية المسوقة من مادة الحنطة منذ بدء الموسم التسويقي وحتى لحظة إعداد هذا التقرير وتوقعات بأن يصل هذا الموسم إلى ثلاثة ملايين طن فيما تؤكد التجارة أنها لا تزال تعتمد في عملية الطحن على ثمانين في المائة من الخزين استراتيجي لحبوب العام الماضي ما يشاع هنا وهناك أنه لا يكفي إلا لأسبوع أسبوع هذا عاري عن الصحة نحن الآن كشركة العامة تصنيع الحبوب لدينا خزين حبوب أو ما يكفي لعمل مطاحنا لهذا الشهر والحصل المقبلة إن شاء الله مباشرة بعد انتهاء الوجبة الثالثة لازلنا نستخدم نسبة ثمانين بالمئة من الحبوب هي الموسم التسويقي السابق وعشرين بالمئة من الحنطة المستوردة تكون خلطة بنوعية جيدة طحين بنوعية جيدة مدحم بمادة البرمكس الحديد بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار مادة الحنطة إلى سبعمائة وخمسين ألف دينار للطن الواحد وجعل الخطة الزراعية مفتوحة تتوقع الوزارة نجاح الموسم التسويقي فيما تترقب إقرار الدعم الطار حتى تكتمل خطتها الخزنية بحبوب محلية ومستوردة علي الأحمد العراقي الإخبارية بغداد